حرب العالمية التانية في المرحلة الأخيرة بقى لما الحلفاء كانوا دخلين على أوروبا علشان ينظفوها من الحكم النازي اللي كان استولى على كل أوروبا في بداية الحرب فكان لازم يبقى فيه نقطة ينزلوا فيها كل قوة الحلفاء تنزل في نقطة علشان تبتدي تنتشر في هذه النقطة تنتدي تحرر أوروبا فاختاروا القصة المعروفة اختاروا نورماندي على الشاطئ الفرنسي علشان دي تبقى نقطة النزول فيها اللي تنزل فيها كل قوة الحلفاء وتبتدي تنتشر تحرر فرنسا وتحرر كل أوروبا وفعلا ده اللي حصل نورماندي هي دي القصة لما في مرحلة معينة من التاريخ الإنساني لما أراد الله أنه يعلن عن ذاته للناس كان بيتعامل مع ناس عائلات مع أشخاص وبعدين مع عائلات عيلة إبراهيم بعدين عاوز يتعامل على مستوى الشعوب علشان يبتدي يحرر الشعوب فكان لازم يختار نقطة فاختار نقطة اختيار هو اللي اختار النقطة دي هو اختار نقطة معينة اللي هي شعب إسرائيل فهو اختار نقطة الأصد منها أنه ييجي في هذه النقطة ويعلن من خلال موسى يعلن عن قياساته وقيمه وهذه النقطة اللي هي البداية في الأصل في الأصل كان عاوز أن هذه النقطة تنتشر وتنتشر لكل البشرية الموجودة في ذلك الوقت كان عاوز يعلن عن ذاته في شعب ومنه ينتشر إلى كل المنطقة اللي حاوله الشعب بقى افتكر افتكر أنه ربنا حبه هو عشان خاطر سواد عيونه علشان خاطر هو متميز جدا جدا وعشان خاطره أحسن من باقي الشعوب فافتكر أن الإعلان الإلهي اللي جه فيه بتاعه فعشان كده تحوصل على نفسه وقفل على روحه وقفل خالص وبقي من أوحش السعوب بقي وحش لأنه مش فاهم أن القصد الأساسي أن تصير الشعب إسرائيل هو نورماندي اللي بتنتشر منها إعلانات الله لكل البشرية ففشل شعب إسرائيل في أنه يوصل النور إلى المنطقة اللي حواليه لما اعتقد أنه هو الأصل وأنه هو المصدر وأنه هو كل شيء فضعت منه قيمة الإرسالية للعالم كله وشكده انتهت إرساليته وتبدأ إرسالية في شخص الرب يسوع اللي جي من هذا الشعب اللي هو للعالم كله هكذا أحب الله العالم أما شعب إسرائيل فكان منطبه رسالة معينة في وقت وهو فشل أنه يتممها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر